اشتركوا في القناة ويقوم بها جلالته لروسيا الاتحادية ورحب صاحب الجلالة بسماحة المفتي مشيدا بعمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتعزيزها في كافة المجالات وأعرب جلالته عن تقديره لجهود سماحة المفتي في التعريف بوسطية الإسلام وسماحته ونشر مبادئ ومفاهيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية وإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية وأكد جلالة الملك المعظم في هذا الجانب أن مملكة البحرين كانت عبر امتداد تاريخها وستظل منارة للتسامح والاعتدال والتعايش وستواصل مساعيها الخيرة في العمل من أجل الحوار بين الحضارات ومواجهة التعصب والتطرف تجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها وما يتميز به شعبها منذ القدم من انفتاح ووسطية مؤكدا جلالته كذلك أن المملكة ماضية في جهودها ومبادرتها الإنسانية النبيلة لترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين مختلف الأديان لخير البشرية وتقدمها من جهته ثمن سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين جهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودورها الهام في نشر تعاليم الدين الحنيف وقيمه النبيلة التي تحث على التسامح والوسطية انبادرتها الرائدة في تعزيز جسور التواصل والأخوة الإنسانية والتعاون بين مختلف ثقافات والأديان ترجمة نانسي قنقر